من الستوديو السابع لمجموعة قنوات الشرقية وعبرة الشرقية نيوز أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار جديد يشرع بعد هذا الفاصل القصير إذن مشاهدينا يسرنا أن تكون هنا معنا داخل الستوديو الدكتورة خالدة خليل العضو السابق في البرلمان عن المكون الأيزيلي مرحبا بيش دكتور مرحبا أهلا وسهلا نبدأ من الأخير من قرار المحكمة الاتحادية الذي كسبتموه يعني كقضية قد كسبتموها والذي طعن بالمادة 13 من قانون الانتخابات وأقرى بعدم دستوريتها أنا أريد شوي أتوقف بعض المفردات المراعاة والمساواة المراعاة المذكورة أساسا بالدستور العراقي والمساواة التي أوجبها قرار الطعن نعم فسري له المفردتين نعم ولانتحياتي لسيد زينب ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة بالحقيقة القرار الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية وقرار مهم جدا يتعلق بالمكونات وتواجدهم وتمثيلهم في البرلمان العراقي نحن نعرف بأن هناك مظلومية حدثت للمكونات لكل المكونات في العراق وخاصة الأقليات التي تعرضت إلى الكثير خلال القرون العديدة إلى الأطهات وإلى الإبادات وإلى الكثير نعم فأصبحت أعدادهم قليلة الأعداد القليلة هذه الدستور نص على أنه تكون هناك مراعاة للأقليات والمكونات من الأقليات هذه المراعاة تأتي مثلا مع المكونات الصابي أعدادهم قليلة جدا اليوم في العراق هذه الأعداد القليلة مثلا الدستورية نسألنا أنه كل مئة ألف يكون لهم نائب بينما أحنا ما يصل عددهم مثلا إلى مئة ألف الصابية في هذه الحالة يراعي وجودهم في البرلمان لأنه أيضا إذا شاركوا في المقاعد العامة لا يمكن أن يحصلوا على مقاعد بسبب أعدادهم القليلة وأيضا بسبب مناطق مختلفة من تواجدهم بالعراق لذلك نص الدستور على أنه الأقليات تراعى بمسألة الكوتا أن تعطى لهم مقاعد الكوتا ما عدا هذه المقاعد العامة التي نص عليها لكل مئة ألف طبعا كل مئة ألف أصبح الآن صعب تطبيقها أولا سبب عدم وجود الإحصاء السكاني وثانيا لأنه إذا طبق الإحصاء وكانت أعدادنا كما تحسب اليوم وزارة التخطيط مثلا هو أربعين مليون أو حتى تسعة وثلاثين مليون فإحنا المفروض عندنا أربعمائة نائب في البرلمان العراقي إذن مسألة الكوتا أو نرجع إلى مسألة الأقليات ومسألة تمثيلهم في البرلمان العراقي كان هناك مراعاة لهم من خلال إعطاءهم مقاعد هذه المقاعد للأسف كانت تفتقر إلى قضية المساواة ما بين المكونات كلها يعني منح للمكون المسيحي وهذا حقهم طبعا خمس مقاعد ولكن منح لكل المكونات الأخرى أربعة مقاعد على أي أساس؟ نعم واحد للإيزيديين واحد للشبك واحد للصابئة وواحد للفيليين بالحقيقة هذا إجحاف كبير على أي أساس تسألين هذا هو السؤال الذي سألته للمحكمة الاتحادية على أي أساس قانوني تم التمايز بين هذه المكونات بالحقيقة عجز عن الإجابة التي هو ممثل مجلس النواب الممثل قانون لمجلس النواب وأيضا المفوضية لم يكن لديهم أي إجابة على تساؤلنا السيد صائب خدر وقتها لو منه الممثل القانوني الممثل القانوني غير عن المجلس النواب الدائرة القانونية دائرة القانونية في مجلس النواب نعم فعجزوا عن الإجابة على هذا السؤال على أي أساس تم التمييز بين المكونات لأنه فعلا لا يوجد هناك معيار للتمييز بينهم إذا كان على الأساس العددي فأحنا أعدادنا مقاربة للمسيحين إن لم تكن قد تجاوزتهم في السنوات الأخيرة لأنه بسبب هجرة الأخوة من المسيحين الوقفة الإحصائية المسيحيين يقولون حدود الخمسمائة ألف الآن المتواجدين على الأراض لأشي قد هو أحنا ما عدنا إحصائية دقيقة بما أنه يرسل على الأي زي دي نعم بما أنه حتى في كل العراق كل المكونات بما أنه ما عدنا إحصائيات دقيقة فمن الصعب لكن تقديريا بسبب هجرة الأخوة من المسيحيين نعم أعدادهم الآن قليلة قد تكون أعداد الأي زي دي الآن تجاوزت بسبب خصوبة الخصوبة النمو كنت ضيفة عزيزة على حصاد أمس الأول كنت تتحدثين عن رقم يبدو مبالغ بي تتحدثين عن مليون أي زي دي في العراق نعم ما يقارب المليون الآن وفق وفق الإحصاءات لو تجين إلى إحصاءات السبعة وسبعين اللي أنا اعتمدتها في المحكمة الاتحادية لأنه طلبت من وزارة التخطيط بأنه تزودنا بالإحصائيات فزودتنا بإحصائيات مشكورين طبعا بإحصائيات السبعة وسبعين سبعة وثمانين سبعة وتسعين نعم هذه الإحصائيات لو تزيديها سنويا نسبة النمو اللي موجود النمو السكاني في كل العراق فتطلع نسبتهم هذه تقريبيا يعني هذه تقريبية رقمية نسبة الخصوبة في النمو موجودة عند الإيزيديين لو تعلمين مثلا في سنة واحدة أنا عندي في سنة 2017 28 ألف في المخيمات زادوا ولادة في سنة واحدة هذه الزيادة تسبقها عمليات قتل وإبادة واختضاف وتغييب فبالتالي هذه الزيادة قد تعادل أو قد لا تساوي ما تعرض للمكون من إبادة شون نتحدث عن مليون يا دكتور لا شوفي الإبادة الأخيرة نعم حدثت إبادات كثيرة عبر الزمن يعني هذه الإبادة اللي 74 اللي تعرض للمكون الإيزيدي لكن الإبادة الأخيرة احنا عدنا المفقودين والشهداء والغائبين كلهم حوالي ستة آلاف وخمسمية تقريبا فهذا العدد اللي أغيب بينما احنا عدنا زيادات كثيرة جدا يعني تزيد بأضعاف وطبعا نحمد الله ونشكر بأنه ما يزال المكون موجود وما يزال في ازدياد وما يزال قادر على الصمود وهذه هي واحدة من القضايا اللي عندهم إرادة في البقاء ومواجهة ما يمكن مواجهته سوى أن كان في السابق الإبادات التي تعرضوا لها أو حتى حاليا الآن موجودين الإزيدين في مناطق كثيرة موجودين في سنجار موجودين في الشيخان موجودين في تلكيف قرى عديدة موجودين في دهوك بكثرة في خانك في شارية في باعدرة في كثير من المناطق موجودين الإزيدين فيها والهجرة نعم صار عندنا هجرة وهذه حقيقة واحدة من المسائل المقلقة جدا لكل الأقليات بسبب خاصة دخول داعش في سنة 2014 وتمزيق هذا النسيج الاجتماعي العراقي تعرضوا إلى ما تعرضوا له المكونات لذلك كانت الهجرة هي واحدة من هذه النتائج بسبب ما تعرض له المكونات هذا الرقم التقريبي الذي يقترب من المليون التذكري والذي يتعرض مع تصريحات زملائك ربما من السياسيين المكون الأيزيدي والذين يتحدثون عن نص هذه الإحصائية تقريبا تسمل أيضا الأعداد الكبيرة التي هاجرت وتركت العراق أو هجرت إن صح التعبير لدينا أعداد هاجرت لكن ليست بالأعداد الكبيرة جدا يعني الهجرة لم تشمل أعداد كبيرة موجودين لكن نازحين موجودين بكثرة موجودين كلهم يعني تعرفين نزحوا من سنجار المكون الأيزيدي موجود في 16 مخيم في الأقليم هذه الهجرة الحقيقة حدثت نعم بعد الإبادة وبعدها توقفت يعني اللي يطلعون الآن بشكل فردي وأيضا هناك منظمات تساعد في الهجرة فهاجروا قسم منهم لكن الأعداد الكبيرة ما تزال باقية وموجودة ومصرّة خلينا دكتور الآن في يعني فأنكم رميتم الكرة بملعاب البرلمان نعم اليوم ما هي الأدوات للضغط على المؤسسة التشريعية للشروع بانتضع تأديل قانون الانتخابات في سلم الأولوية سيما وأننا نتحدث عن نائب واحد ممثل عن هذه المكونات الصغيرة الوطنية الصغيرة حتى نجمل الواقع أكثر سياسيا وليس مجتمعيا نعم طبقي دكتور بالتأكيد عندما ألغيت هذه المادة لعدم دستوريتها بسبب عدم وجود المساواة بين المكونات أو وجود معيار واحد يعتمد أو أساس قانوني في التمايز بين هذه المكونات في إعطاهم أو منحهم لمقاعد الكوتا بالتأكيد يرجع إلى مجلس النواب القانون من أجل مو فقط تعديل وإنما يضيفون مادة يشرعون مادة من جديد يعطون فيها مقاعد وتوزع وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر والآن تبدأ مرحلة توزيع المقاعد على مكونات أو مقاعد الكوتا فهنا طبعا هذه تعتمد على النواب وفعليتهم ليس هناك نائب واحد إنما هناك عدة نواب من عدة مكونات المكون المسيحي موجود خمس نواب المكون الإيزيدي موجود المكون الصابعي موجود المكون الفيلي موجود المكون الشبكي موجود هؤلاء الكل لكن من المهم كما أوسط المحكمة الاتحادية بأن يتم اعتماد معيار في منح هذه المقاعد هذا المعيار برأيي سيكون معيار جغرافي جغرافية تواجدهم مثلا أنا عندي الإيزيديين يتواجدون في نينو ويتواجدون في دوهوك أنا عندي المسيحيين يتواجدون في أدة محافظات عندي الفيليين يتواجدون في بغداد في ديالا وفي واسط المكون الشبكي موجود في داخل مدينة نينو وبالتالي المعايير التي تعتمد هي مهمة جدا من أجل منح هذه المقاعد المهم أن يكون المعيار واحدا ويطبق لكل المكونات بشكل متساوي لدينا قرار سابق من المحكمة الاتحادية اللي هو المرقم 11 اتحادية 2010 واللي في وقتها أوصى بأنه تزاد مقاعد الإيزيديين على اعتبار أنه عددهم السكان غير متناسب مع مقاعدهم لأنه لديهم مقاعد واحد في نينو وأعدادهم كبيرة ولكن هذا علق على شرط الإحصاء ما صار إحصاء ما صار إحصاء بالضبط وهذا السؤال الذي أنا سألته للمحكمة الاتحادية طيب نبقى بدون منح حق وهل يتوقف الحق الدستوري على شرط وكان هذا السؤال المهم وعلى ذلك ألغية في 2014 ألغية في 2014 هذا القرار وللأسف الكثيرين ما زالوا يعتمدون على مسألة المئة ألف نسمة ولذلك دكتور أنا دا أسأل نعم هناك فرق بين المئة ألف نسمة اللي هي للمقاعد العامة وبين مراعات الأقليات في الدستور العراقي مراعاتهم إذن هنا يجب أن يكون معيار محدد وأنا أعتقد أنه المعيار الجغرافي سيكون هو المحدد يعني هنا هنا في قرار المحكمة الأخير سهل وأيضا أبعد التشريعي عن التلاعب والدخول بحرج اللغط وبالتالي أنا ما أقدر أفسر اليوم ونكرر سيناريو 2014 أبدا لا يمكن أن يتكرر سيناريو 2014 وأنا هنا وطمئن المكونات منهم المكون الإيزيدي الذي فهم القرار بسبب البعض الذي فسره على أنه هو مجرد فتح الدائر على العراق أبدا هو ليس هذا إنما أوسط المحكمة باتباع معيار واحد في توزيع المقاعد أنه يمنح المكون الإيزيدي مقاعد ولكن حسب توزيع الجغرافي المسيحي أيضا الشبكي الفيلي كل المكونات على أساس معيار واحد إذا اعتمدنا المعيار العددي يجب أن يكون هناك إحصاء موجود إذا أجري الإحصاء ممكن أن يأخذ هذا بنظر الاعتبار أعدادهم وجغرافيتهم وهذا اللي ميز القرار بالحقيقة أما أن أنا أتحدث بما لا يتضمن القرار أو بما لا ينص علي القرار هذا غير سليم أو غير صحيح هناك يجب أن يعتمد معيار وأساس قانوني في التمييز ما بين المكونات لأنه من الظلم أنه المكون الإيزيدي مثلا في دوهوك اليوم وأعدادهم كبيرة جدا وأنا عندي أعداد من مراكز الانتخابية كبيرة لكن لا يحصلون فيها على مقعد بسبب أنه المجتمع في دوهوك هو مجتمع كما تعلمين عشائري وهذا المجتمع العشائري أصواتهم كبيرة جدا فأقليات مثل المسيحيين مثل الإيزيدي المتواجدة لا يمكن أن تصل إلى هذه الأرقام أو هذه الأعداد وبالتالي خلال خمس دورات أنا ليس لدي ممثل من دوهوك إيزيدي وهؤلاء الناس كلهم محروم الممثل وفي هذه الدوائر الصغيرة أنه دوهوك تقسمت إلى ثلاث دوائر ليس لديهم لا حق الترشيح ولا حق الانتخاب ليس لديهم ممثل دوهوك تحديدا ومظلومية تمثيل الأيزيدي يعود إلى أساسا عدم خضو مدن الأقليم الثلاثة أو محافظات الأقليم الثلاثة للحصاء العام وبالتالي لم يشمل أيزيدي دوهوك أسوة بالمسيحيين عندما تمت المقارنة صح التعبير لا أبدا ما اعتمدوا المعيار الواحد لأنه منح للمسيحيين في دوهوك ولم يمنح للإيزيدي مقعد الكوجة هو هذا اللي داري نعم وهذا التمايز اللي احنا طرحناه أمام المحكمة الاتحادية ما هو السبب في 97 أنا لم تكن هناك إحصائيات لم تشمل مدن الإقليم وبالتالي أنا عندي مثلا في إحصائيات 97 2003 ألف إيزيدي عددهم في نينوة والمسيحيين 89 ألف حسب آخر إحصاء 97 شوفي العداد مضاعفة بينما عندي في دوهوك مثلا 9700 إيزيدي وعندي المسيحيين كان في وقتها 16 ألف منح المقعد المسيحي ولم يمنح للإيزيدي ومنح للمسيحي في أربيل أيضا رغم تزايد العدد للمكون الإيزيدي إحصائي يعني من حيث نعم نعم طبعا من حيث الأعداد بالضبط ولكن منح في أربيل ومنح في دوهوك ولم يمنح للإيزيدي بالرغم أنه أيضا مقيمين موجودين في الإقليم ولم يشمل الإقليم بإحصائيات 97 إذن هذه الخروقات كانت موجودة ولم يعتمد كما قلنا أساس قانوني هذا هو اللي دعاني إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية على أي أساس قانوني أنه تمز التمايز بين المكونات إذن كان من حقنا أنه نعيد مرة أخرى هذه الحسابات وتعاد حسابات المكونات وليس اعتمادا على المئة ألف قرار السابق للاتحادية واللي القرار لم يكن بالحقيقة قرار سليم برأيي مع احترامي للقضاء طبعا لكن القرار كان مراعاة المكونات شيء والمئة ألف شيء مع ذلك نقول بأن أعداد كبيرة أيضا حرمت من مقاعدها يعني وفق هذا التأديل أو القرار الأخير ومع التطمينات التي تطرحها حضرتش فيزداد تمثيل المكون الأيزيدي ويسري هذا الموضوع أيضا على الشبكي وأيضا الصابقي أو ربما في نسب متفاوتة يعلو نسب تمثيل الأقليات في البرلمان قد يتجاوز الخمسة بالمئة ممكن نعم بالتأكيد ستزداد مقاعدهم وأنا ذكرت لك أنه المكون الأيزيدي سيزداد والمكون الفيلي يزداد وأي مكونات أخرى نثبت مناطق تواجدها بأنه مكونات يجب أن تراعى ويجب أن يكون لها تمثيل في مجلس النواب العراق هذا من حقه بالدستوري المادة عشرين تنص على الممارسة الحق السياسي في التصويت والانتخاب والترشيح وأنا اليوم ما يصير أحرم أي مكون متواجد في أي منطقة من حق التصويت والترشيح والانتخاب زادت أعدادكم وزادت أعداد باقي المكونات العراقية الأصيلة الأخرى شنون عكاسة على شنون اللي راح يلمس المواطن مواطني الأقليات في أكثر من حلقة وفي الكرسي اللي تجلس بي حضرت لما أسأل قيادات أو ممثلين عن المكونات يقولون أنه شنونا نوابنا وأني شنو هامني إذا كان المواطن شنو هامة إذا كان الحقيبة الفلانية يحملها أي زيدي أو مسيحي شنو تأثير علي أنا كمواطن اليوم من أتباع الأقليات سأتفق معك ومع هذا الكلام لو كان لدينا دولة مواطنة لكن بما أنه إحنا ما زلنا في طور نشوء الديمقراطية أو بداياتها وضرورة تمثيل المكونات بكاملها في مجلس النواب العراقي من أجل الدفاع عن حقوقها اليوم أنا عندي مكونات مظلومة في العراق وأنا أتحدث هنا عن كل المكونات أنا مثلت المكون الإيزيدي نعم وأعرف تاريخ ما مر به المكون الإيزيدي من مظلومية نعم وما يعانيه الآن وسابقا وعملنا كثيرا بالحقيقة يعني سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى القوانين من أجل خدمة هذا المكون وفي نفس الوقت خدمة المكونات الأخرى لأن كل المكونات أيضا مظلومة وإن كان أكثرها ظلما هو مظلومية هو المكون الإيزيدي بسبب ما تعرض له ماذا سينفع هذا سينفع في الكثير بالدفاع عن حقوق الأقليات في الدفاع عن حقوق هذه المكونات لأنه بعد 2014 سيد زينب لا يختلف عليها أثنان في أنه دخول داعش وما أحدثه ومن بعد داعش تدخلات إقليمية كبيرة صارت في العراق وأصبح العراق مشاع أمام هذه التدخلات وبالتالي حتى هذه المكونات التي تضررت كثيرا أصبحت حقوقها من الصعب أنه أنت تنتزعها لأسباب الضغوط السياسي التي يتعرضها أعظيم دكتور أحسن المكتسب على المستوى التشريعي الذي تحقق للأقليات فيما خصمت الأيزيديين هو قرار قانون النازويات الأيزيديات نعم قر هذا القانون ومرر بوجودنا بنفس التمثيل السياسي الضعيف إذن الموضوع لا يعتمد على كثرة أو قلة الأقليات تمثيلا سياسيا داخل البرلمان لا من فيوجود نائب أنا صحح لك المعلومة يلا أسمع من نشف أولا هذا القانون حقيقة يمكن من أكثر اللي عمل عليه وأنا كنت في المجلس وأنا ممثلة عن الأيزيديين عن قائمة الحزب الديمقراطي نعم ورتبنا مع منظمة الأي او ايم وسافرنا إلى كوسوفو كرواتيا واطلعنا على تجارب الناجيات وأخذنا الكثير من قانون الناجيات من هناك الفكرة كانت جاءت وساعدتنا بها منظمات كثيرة الفكرة لم تكن فقط من أجل ناجيات هناك في المجتمع العراقي لم تكن هي التجربة الأولى كان هناك تجارب أوروبية موجودة في كوسوفو وأحنا ذهبنا للاطلاع على هذا التقينا بالناجيات هناك والتقينا بالدائرة التي تتولى رعاية الناجيات وكل الدعم الذي كيف توصلوا إلى قانون الناجيات وما هي العرقلة أو العقبات التي واجهت تشريع هذا القانون وجئنا بهذه التجربة إلى البرلمان العراقي وأحنا كنا ثلاث ممثلين ممثل الكوتا الذي لم يكن معنا في الخطوات الأولى في تشريع القانون كنا أنا وأيضا نائب آخر معي من الاتحاد وعندما أخذنا هذه التجارب وحقيقة عملنا مع النواب الآخرين يعني مو فقط نائب عن المكون أيضا نواب آخرين ومن مكونات أخرى وفي لجان أخرى في لجنة المرأة في لجنة العمل والهجرة في لجنة الشهداء المؤنفلين كان مجموعة نواب يعملون على هذا لأنه يتعلق بالأقليات لكن كان هناك أيضا دعم مستمر من كثير من النواب حقيقة وعملنا معا من أجل الخروج وإن كان هذا القانون ليس بمستوى الطموح الحقيقة يعني لم يكن بمستوى طموحي على الأقل لأنه هذا القانون لكن احنا قلنا بما أنه إنسانيا سيتم تعويض الناجيات والتخصيص رواتب وبعض الامتيازات وإن كان هذا لا يكفي لأنه لا يمكن أن يعوض ماديا عما تعرضت له المرأة الإيزيدية من البيع في أسواق النخاسة وما تعرضت له من الأذن نفسي والجسدي الحقيقة يعني كان مؤلم جدا عندما تستمعين إلى قصص الناجيات ولكن على الأقل أنه هذا كان سيجعلها تديم حياتها اليومية من أجل الاستمرار في الحياة فكان التعويض هذا المادي اللي موجود في القانون أردنا أن يكون هناك الخطوات بطيئة جدا وإحنا كنا نضغط ولكن العرقل الأولى الحقيقة تتوقف إحنا انتهينا من التشريع في مجلس النواب فعلنا ما علينا وأنا كنت في كثير من الأحيان وكان يتهمني أيضا بعض النواب حتى منهم نائب الكوتة بأنه كنا نعرقل لم نكن نعرقل القانون كنا نريد أن يكون قانون يعني على الأقل يكون إحنا قلنا لا يمكن أن يعني يوازي ما تعرضت له لم يكن بمستوى ما تعرضت له لكن على الأقل يكون قانون جيد يوازي القوانين العالمية ولذلك كنت أريد أو أطمح أن أضع فيه الأكثر يعني امتيازات لكن هذا ما خرجنا به باتفاقات مع كل اللجان وبكل الأذى الحقيقة والعراقيل اللي اتعرض لها القانون لكن خرج في النهاية بهذا الشكل وصوتنا عليه وانتهى لكن حيز التنفيذ بقى لأنه كان تابع لوزارة العمل ويعتمد على تخصيص موازنة والموازنة لم تكن هناك موازنة في 21 والآن موازنة 22 والتي يجب أن يعمل عليها بكل جدية نواب المكونات لأنه ليس فقط الناجيات من الإيزيات موجود أيضا ناجيات من المكونات الأخرى نحن ضمنها بالقانون بالضبط بالتالي يجب أن يعملوا ضغوط كبيرا على اللجنة المالية من أجل أن يكون هناك موازنة بالموازنة أن يكون هناك فقرة تخص الناجيات من أجل تخصيص الرواتب وتعويض الناجيات يعني هسا اليوم الناجية الأيزيدية لا تستلم دينارا واحدا نعم حتى اللحظة للأسف نعم للأسف الناجية عادت إلى خيمة بعد كل هذا الأذى عادت إلى خيمة وتعيش الآن تحت سقف خيمة وفي حالة إنسانية بالحقيقة يعني الناجية الأيزيدية هي اليوم تنتظر أن يمرر ملف رئاسة الجمهورية ويمرر ملف رئاسة الوزراء حتى بعدها تكون جلسات برلمان اعتيادية وطبيعية حتى على ضوءها يتم طرح المشاريع القوانين وتمويلها وتعديلها وبعد كل هذا هي داخل خيمة متحالكة في قليم كردستان حاليا أغلبهم نعم نعم طيب نروح إلى أيضا تأثير آخر من تأثيرات داعش ما أعرف إذا طالت مواد هذا القانون وهو الأذى النفسي اللي أوصت بمنظمات المجتمع المدني الدولية شون تتراعى هذه الفئة هناك أطفال جئوا إلى الحياة بطرق غير شرعية من خلال انتهاكات الجسدية والجنسية التي تعرضنا إليها الأيزيديات شون تتعاملون ويهذا الملف قانونيا بالحقيقة هذا كان موجود في القانون بالمسودة اللي وصلتنا إلى مجلس النوع نعم ولكن فيما بعد الكثير من الناجيات وأنا التقيت بهم يعني سوينا مع المسؤول عن الناجيات في الأقليم المكتب المختطفات والناجيات وأيضا مع القاضي أيمن اللي هو مسؤول عن ملفات الإبادة الجماعية وكل هذه القضايا اللي تتعلق بالناجيات فبالحقيقة احنا عملنا جولة في المخيمات في وقتها والتقينا بالناجيات أكثر الناجيات التي جاءت تقول أنا لا أريد للطفل أن يذكرني بما حدث لي فبهذه الحالة أن هي ترفض الطفل نعم هي نفسها رفضت الطفل وذهبوا إلى تعرفين لدينا مؤسسات دينية وتعرفين لدينا الأمير موجود والكثير منهم أنه كان يطالب في المجتمع الإيزيدي ومن الناجيات ومن عوائلهم أنا لا أقول الكل حتى أكون منصفة أنا أقول من ذهب إليهم وطلبوا منهم بأنه إحنا هذه الأطفال ما نقبلها في المجتمع الإيزيدي لأنه ما يزال المجتمع منغلق نعم هو ليس منغلق لكن داعش جعل شوفي الوضع النفسي اللي أصبح فيه الإيزيديين بعد داعش هذه كلها من تأثيرات داعش المجتمع الإيزيدي أصبح يعيش في جيوب مغلقة بهوية ذاتية بسبب ما تعرض له من أذى يعني ألا يكفي ما تعرض له عبر التاريخ الآن جاء داعش وفي أصور التطور والتكنولوجيا أن تسبى فيه المرأة وتغتصب وتباع علنا طبعا هذا كله سيجعل المجتمع حتى مع الآخر صعوبة التواصل أو صعوبة التعامل مع الآخر هذه كلها من التأثيرات ما ما صير دكتورة ما ما صير الأطفال الذين يرفضون من قبل النساء اللواتي أنجبنهم ما ما صيرهم أغراقهم القانونية ما ما سنزجهم بالمجتمع ونقولهم أنت ضحية بالأخير نعم النساء اللي جاءت من دون أطفالها يعني عادت من دون أطفالها أكثرهم تركوهم في سوريا موجودة يمكن موجودين في دور الأيتام أو حقيقة لا لكن تركوهم وجاء يعني صعوبة أيضا أنه هي تتقبل هذا الطفل ويعني بيت الإمارة الإيزيدية والمجلس الروحاني الإيزيدي أيضا أرسل بكتاب إلى مجلس النواب العراقي في وقتها وقال بأنه ما نطلبه هو أنه هذه الفقرة الآن تؤجل أو ترفع من القانون لأنه نريد حل لهذه المسألة يحتاج إلى وقت هذا حقيقة نفسيا يحتاج إلى وقت هذا يحتاج إلى وقت نفسيا يعني يحتاج إلى التقبل بالتشريع الديني هم دينيا الموضوع يتعلق بالتشريع الديني لا 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 يتعلق بالتشريع الديني يتعلق بأنه نفسيا أنا قلت لك تعرضت إلى أذى كبير لربما في وقت هذه المرأة تراجع نفسها أو مع مجتمعها أو تتحدث مع عوائل ممكن أن يكون هناك حلول أخرى داخل المجتمع الأيزيدي تكون الحلول دكتور الوقت داهمنا بس أريد أسأل رهاب داعش لدى المكون الأيزيدي هل هو خوف حقيقي من عودة داعش مرة أخرى أم هو مجرد تبعات وتراكمات نفسية للماضي سيما وإذا أردنا أن نتحدث عن أهم وأكبر قضاء يحوي الأيزيدي هو سنجار الذي يعاني تداخلات أمنية وصراعات سياسية حتى اللحظة لم تطبق أهم اتفاقية قد تضبط إيقاع الوضع الأمني في هذا القضاء فبالتالي من اليوم الذي يهدد الأيزيدي فعليا عودة داعش وشبح داعش الذي يخيم على مخيلاتهم أم المجامع المسلحة كبككة وغيرها من المجامع التي توالي دولا أخرى وتفرض سيطرتها على القضاء شوف داعش أساسة الذاكرة الإيزيدية ذاكرة مجروحة بسبب ما تعرض له بالتاريخ أو عبر قرون وهذه الذاكرة المجروحة كما قلت لك بأنه جاء داعش في هذا العصر وتعرض الإيزيدين إلى ما تعرض له من قتل وقتصاب ونقل أطفال من جماعة إلى جماعة وكل أركان الإبادة الجماعية تطبق في هذه الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت للإيزيدين وحدث أيضا مكونات أخرى لكن أكثرها مظلومية كانوا الإيزيدين بالحقيقة نعم يخافون من عودة داعش ومخاوفهم هذه مشروعة كل المكونات أنا يتصلون به من كل المكونات حتى من الشبك وحتى من الفيليين ومن العديد من المكونات أو من سهل نينوة بأنهم يخافون من عودة داعش عودة داعش اليوم يعني حتى نريد نطمئنهم أولا نذكر الجانب بأن عودة داعش لن يكون كما حدث في 2014 لا أتوقع أن يكون كذلك مطلقا لأنه في وقتها كانت الظروف مختلفة في وقتها في 2014 كان هناك هذه المناطق تعاني من خلل كبير بسبب عدم التوازن الطائف يخلي نسمي لأنه السنة والشيعة كان هناك اختلال كبير في الموازين في هذه المناطق فهذا سبب الآن لن يجد داعش هذه الضروف وهذه البيئة من أجل العودة هذا واحد والوعي أيضا أصبح متطور أكثر الموضوع الآخر البوابة السورية ونشوء داعش أنت تعرفين من أين كان يأتي من هذه البوابات هذا الثالث هو موضوع دوليا بأنه 80 دولة تصدت لداعش وصرفت المليارات من الدولارات وليس اليوم لديها استعداد في دول أوروبا ولا في أمريكا ولا في دول العالم من أجل أن تعيد هذا الموضوع لكن مع ذلك هذا لا يعني أن نستهين بأنه داعش غير داعش موجود كفكر موجود علينا اليوم أن نحارب هذه الثقافة ثقافة أنه أنت تنبذ الآخر بينما يجب أن تسود ثقافة قبول الآخر دكتورة هذا الكلام كله مطمئن فيما يخص داعش أبدا ليس مطمئنا لا نستهين في أسد زينم لا نستهين فيه لأنه هناك ما يزال وجود داعش موجود في أماكن وفي مناطق إذا عيد تنظيمه مرة أخرى لا سمح الله أو خرج داعش من السجون هل هم أخطر من من يحمل السلاح اليوم بشكل صريح ومباسر كبككا وغيرهم من الميليشيات الذين يتبعون ولااءات مختلفة في القضاء ويمنعون تمرير أهم اتفاقية لربما استتباب الأمن في هذا القضاء باختصار لو سمحت عملنا كثيرا على موضوع اتفاقية سنجار وكان هناك عرقلة كبيرة في تنفيذها في جهات في بغداد نعم هناك خطورة كبيرة والمجتمع السنجاري كله الآن مجتمع مسلح وهذا هو العائق الكبير في عودة النازحين في أنه المجتمع مسلح كله نحن ما كنا نريد أن تخرج هذه الجماعات المسلحة كلها وأن يكون القرار بأيدي أهل سنجار وأن يعود النازحين إلى سنجار وأن يمارسوا حياتهم ويبدأ تعمير المناطق هذا كان الغرض من اتفاقية سنجار وهذا كله حقيقة واجه عرقلة كبيرة وللأسف هناك دعم لهذه الجماعات المسلحة وبقيت في سنجار وبقي أناسنا في المخيمات منذ أكثر من سبع سنوات يعانون الدكتور خالد خليل عضو مجلس النواب السابق عن المكون الأجديد نورتي ستوديو حوار شكرا جزيلا لحضورك ولهذه المعلومات شكرا لك وبالتأكيد مساهدين السكر موصول لكم على كرم المتابعة على أمل أن تلقى الأقليات والمكونات العراقية الأصيلة المكونات الوطنية التي تلقت ضربات عديدة من الإرهاب وتتلقى اليوم ضربات موجعة بسبب الخلافات السياسية التي تحول دون تطبيق القوانين أو تمرير القرارات التي من شأنها في آخر المطاف أن تعيد تلك العائلات إلى أماكن سكنها أو على الأقل بتعويض مادي أو معنوي يتناسب وحجم الضرر الذي تعرضت إليه تلك العائلات على مدى سنين شكرا لكرم المتابعة نلتقي بإذن الله في حوارات جديدة لحد المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة